أعلنت وزارة الصحة نجاح المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب في تطعيم مائتي وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وستة وثلاثين مواطنا ضد فيروس كورونا وذلك خلال ثماني أيام من انطلاق الحملة في أربع محافظات وأوضحت الوزارة أن محافظات المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب تشمل القاهرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري اشتركوا في القناة